اشتركوا في القناة من الاشتراك ومن تفعيل الجرس ومن الجام باش يكبر الفيديو وتصبح اكبر نسبة ممكنة من المشاهدة كما تشوفوا اليوم جبتليكم عصبان ساهل وبنين بنين بنين يعني روعة جربوه لبنات وردو للخبر هنا كما تشوفو قطعت ليزا باتاعي رنخت الحميسة درتها درت الروز كاس روز كاس حمص معدنوس ثوم ليزي بيس درت راس الحنود درت كمون درت فلفل لكحل والملح بالطبع يعني اخلطهم كامل كما راكم تشوفو نخلطهم ليح حتى يجينزو زيت معهم يعني ليحب الحار يدير الحار ولي ما تحبش الحار ما تديرش يعني الحار اختياري انا درت هريسة مغرف صغيرة هريسة خلط اه المكونات كامل مع بعضهم وهنا رحت للكرشة تاعي يعني بالطبع بعد ما تكون غسلتها ونقيتها مليح ونظفتها اه هنا نحن نخدموها بالكيردو يعني الطريقة تاعي هذه سهلة في النهار يعني تقدر تخدمي حتى عشرة كعبات يعني في نص ساعة اه هنا تحكمي بالكيردو تخيطها بالكيردو اه يعني تدخلي بشوية بارك تسمي تزلك تولي لك تزلك اه الطريقة هذي سهلة اسهل من تعل الخيط يعني تعل الخيط شوي يجيك صعيبة ويعني كيما نولداتي ما يحبوش يوكلوا حاجة مدفيع الخيط قولوا لي ما نوكلوشها ما نوكلوهاش كي كنت نديرها بالخيط واحد ما يقرب لها ويوكلها يقول لي هذي مخيطة بالخيط ما نوكلوهاش اه هنا كيما تشوفوا البنات بعد ما خيطناها هاي ليكم يعني طريقة هذي مش رح تتحل كملوا معي الفيديو للاخير وشوفوا كيفه كي الطيب تبعد كيما راه هنا نجون عمرها يعني كيما الكرشة متغلوهاش متغلوهاش من قبل بش تجيكم يعني سهلة فالطعمار يعني تهزلكم كمية كبيرة من الحشوة تحها هاي البنات تجي طعمتها لداخل هاي لا هنا كم لي عمرها رح تزل كمية كبيرة كم لي عمرها حتزل كمية كبيرة من الحشوة شوفوا البنات بعد يعني كعبة رح تجيك كبار انا درت اه هنا درتهم كبار ولي تحب تديرهم صغار تديرهم هناك بعد ما عمرناها نجو نخيطوها طبعا بالكيردو يعني اقسمي الكيردو هيك بالطرف وخدمي حتى تتعمر نحطوها بجي هاي البنات زي مهجات مبعد ذرك يعني كيش تتبقى شوية هيك فراغ مش مزيرة ياسر بس حكي تدخل لصوص رح تتزير هناك كما تشوفوا لبنات انا ما درتش البصل اختكش رح نحطها مدة في الفرجيدار عذيكا ما درتش البصل يعني البصل البصل يعني رح يقعد مدة في الفرجيدار رح يتبدل الطعمة اه هنا في البرما جينا درنا شوية زيت بصل ملح لزي بيس في الفلك حل يعني انا درت كمية قليلة برك اختركش يعني الحواجو كلها راني درتهم في الحشوة نقصت نقصت الملح نقصت لزي بيس هنا تشوفوا كيفية سكرفجت كعبات ماطم اه حطيتها هنا في الفلك حل يعني غير قلت لكم شوية شوية برك ما تكثروش خطكش اللي زي بيس اللي في الحشو رح يسيب حتى هما طعمتها بش مجيكش يعني طعمت لزي بيس قاوية هنا نديروا راس الحنود شوية بركة ونخلطوا المكونات نخلطوا المكونات مع بعضهم وتكونوا حطينا حبت على العصبة هنا نخلطوا مع بعضهم كاملين بلا ما ننسى الزيت يعني نديروا كمية قليلة خاصة كان الحم بتاعكم فيه شوية شحم هنا نديروا على راس الغنجاية شوية طماطم مصبرة هنا لوحت الكمون نخلطهم مليح ونحطهم على نار ونخليهم يتقلاوا يعني مليح مليح يعني حتى ينشف الماطع الطماطم كما تشوفوا حتى نيدي حقها من ملتقلا يعني تتقلا مليح مليح قد ما تتقلا شوفوا الكعبات اللي بنت كيفها تزيروا يعني ما بقاوش انا تشوفوا درت طروفة هيك تعال الحم يعني مرقت بهم هيك لوحتهم طروفة بركة ولي ما تحبش تحط ما كان لها تحط شوفوا البنت بعد ما دخلوا اللاصوس كيفها داروا انا شوفي هذه الكمية انا جيني خمسة من الناس يعني خمسة من العيلة تاعي الكمية هذه هاي ليك نمرقوا مليح نقلبوها منا ومنا ومنا حتى يدخل لها تمرق تعنا مليح ونكونوا نسخلنا الماء من قبل اهنا نزيد ونكملوا بعد الحميسة شمخنا الحميسة اللوحة اهنا بعد ما طابت البنت يعني خلوها مدة ساعة ولا ساعة ونص و هي الطعيم على نار يعني متوسطة ما هي قاوية و ما هي و ما هي ناقص اهنا تشوفوا الحشوة تحها البنت يعني كيفاه قسمتها لكم اه ما تقولوش كي تدير بالكردور راح تتحل ولا حاج هاي الحشوة تاعكم البنت انا هنا مبعد اللي تحب تدير عليها شوي مع دنوس ولا كصبرة يعني دبشة تذرها من الفوق وهذا هو غداية و ها هو اللي دي يقول لكم اه يعني داير صباعو يقول لي لي فيف لالجيري ها والبنت الاغداعي بالصحة ولهنا ونطلقوا في فيديو جديد باذن الله السلام اشتركوا في القناة